لم يعد التحول الرقمي ميدانا تختص به دول العالم الكبرى فقط فميدان الإبداع التكنولوجي ليس حكرا على أحد وهو ما دع الكثير من بلدان العالم لمحاولة الوصول إلى ناصية التحول الرقمي وعلى ما يبدو فأن العراق بات أحد الدول التي تميزت بأنها أخذت ناصية هذا التطور من خلال عالم الاتصالات ومن خلال شركة زين العراق للاتصالات فبجهود خلاقة تم حصد جائزة أفضل شركة اتصالات ابتكارا في مجال التحول الرقمي عن خدمة الاتصالات الرقمية OOOD ضمن جوائز أنترناشنال فينينس الدولية للعام 2021 زين للاتصالات التي حازت على فقة العراقيين تضم 16 مليون مشترك نالت الشركة فقتهم من خلال عمل جاد استمر في كافة المحافظات العراقية منذ 17 عام وبحسب مدرائها تعمل زين على توفير أفضل وأحدث خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية للمستخدم العراقي وتوفير عروض حصرية ومبتكرة لمشتركيها وبالتحديد بعد اطلاق خدمات الجيل الرابع تجريبيا كأول شركة اتصالات في جميع محافظات العراق والتي أتت بالتعاون مع شركائها من مجهزي التكنولوجيا العالمية المعتمدة لأحدث التقنيات وحلول الاتصالات في العالم اشتركوا في القناة